وسام بيعترف قدام أمه سعاد وبيقول لها أنه هو مش فاقد الزاكرة بدأ دخل سعاد في نوبة غضب كبيرة جدا تعالوا النهاردة نشوف جزء من اللي حيحصل في أحداث حلقة 174 من مساسة الحيرة ونشوف إزاي سعاد حتكون زعلانة جدا من ابنها بعد اعترافه أنه هو مش فاقد الزاكرة ولا حاجة تابعوا للنهاية الأحداث كلش قوية دلوقتي وسام المفروض أنه هو بيتصل بأمه كتير علشان خاطر عايز يعترف لها لكن سعاد كانت مجغولة جدا في بيت عدنان سعاد بعد ما تخلص شغلها أخيرا حتروع على البيت أو حتى ممكن وسام يروح لها المهم أنه هو هيعترف لها بكل حاجة ده طبعا مهند اللي نصحه وقال له أمك ولازم تقول لها على كل حاجة وبعد ما سمع الكلام اللي بين سهير وبين رويدة فخاف أمه تعرف حاجة منهم يعني هما فحبه هو يبدأ ويروح ويقول لأمه فبيروح وبيقول لها وبيعترف قدامها يا أمي أنا مش فقد زاكرة ولا حاجة أنا كويس جدا لكن اللي حصل أن أنا ادعيت فقدان الزاكرة علشان خاطر رويدة ما تسيبنيش رويدة كانت مقررة تسيبني وقالت لي أن هي عايزة تطلق وسمعت الكلام بينها وبين سهير في المستشفى على موضوع الطلاق صراحة أنا بحبها وما قدرش أبدا نستغنى عنها علشان كده ادعيت موضوع فقدان الزاكرة وحاولت اللي أنا أمشي عليكم وإني تعبان وكده لأنها كانت بتكون موجودة جنبي يا أمي طول الوقت بتديني الدواء بتراعيني وبتأكلني وبتشرابني وبتاخد بالها مني أنا كنت مبسوط جداً الفترة اللي رويدة كانت فيها جنبي علشان كده سامحيني أنا مش فقط الزاكرة أنا عملت كده علشان رويدة ما تطلقنيش وعلشان تفضل جنبي طول الوقت فأنا بعترف قدامك وأنا آسف طبعاً سعاد لما تعرف كل الكلام ده من وسام بتنفجر في وشو في نوبة غضب هسترية وبتزعق فيه وإزاي تجذب وإزاي تعمل فيه كده أنا كان ممكن يحصل لي حاجة من وراك إزاي تجذب علشان خاطر رويدة ما تسيبكش إنت إزاي تعمل أصلاً حاجة زي دي ليه تتمسك بوحدة عايزة إن هي تسيبك واحدة مش بتحبك كنت عارف إن هي حتتجوز كمان وبتحبه مع ذلك برضو استمرت في علاقتك بيها وبرضو لما عرفت إنها حتسيبك ادعيت فقدان الزاكرة وأنا أمك مهمتكش في حاجة إزاي أمك ما تهمكش في حاجة زي دي وتعمل خاطر بس لروايدة وحبك لها سعاد بتواجه وسام والمواجهة بتكون حادة جداً وكانت غضبانة منه من تصرفاته وكمان ممكن تتدايق وتزعل منه الحلقات اللي جاية دي وسعاد حتكون متدايقة جداً من تصرفات ابنها وسام بعد كده حيلجأ لسعاد علشان تساعده في إن هو يقول لروايدة على الحقيقة لإنه حاسس بالزنب جداً وضمنه قنبه وفي نفس الوقت خايف إلا روايدة تسيبه فحيلجأ لسعاد علشان تساعده في الحاجة دي دي كانت تسريبات أحداث حلم 174 مشهد يعني أنها يحصل بين وسام وبين سعاد ويرب الفيديو يكون اللي أعجبكوا تابعوا قناتي فيها كل التسريبات وأحداث الحلقات قبل عرضها وأشوفكم على خير في فيديو جديد وأحبكم كل شي هوية باي بار